بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله اجمعين. سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. الفصل الخامس من قصة سجين زينجا. لصف الثالث السنوي اجابات طبعا كتاب زبست. وط ضد بيلوم نفسه على ايه? انه ما قالش الحقيقة للاميرة? ولا انه هو بيقول مع السلامة لمايكل? ولا انه هو بيقول مع السلامة للاميرة? ولا انه هو ما تجوزش الاميرة? طبعا انه هو ما اخبرهاش الحقيقة من اول علشان ما ما يتمداش في اي احداث اخرى. يبقى فور نوت تيلنج هير. انه هو ما قالهاش ذات روث الصدق للاميرة. هو مين اللي ادرك بقى المسئوليات بتاعت راسندل? من اللي ادرك الموضوع ده? مايكل ولا فلافيا ولا روز ولا انتوانيت? طبعا الاميرة فلافيا هي بقى اللي ايه فهم موضوع الملك والشعب. ضد روز اللي هي اللي هي مرت اخو راسندل. تمام? زوجة اخيه يعني. تمام? بتقول ايه عن روبرت بقى? روبرت اللي هو جوزها. تمام? بتقول انه هو كسول? ولا انه هو ما عندوش مسئوليات? ولا ان موضوعه في المجتمع يجلب له المسئوليات? ولا الموضوعه في المجتمع ليس له قيمة? طبعا. الموضوع في المجتمع يجلب له المسئوليات. تمام? طيب. هي ليه قالت? هو افتكر الحتة دي لما بقى ايه كينج بقى وايه وفلافيا ما لتفكروا والناس والشعب وكده افتكر بقى ايه كلام آآ زوجة اخي روز. ليه راسندل؟ كلمة بسوط اليومين العليلين دول. علشان هو ملك يعني حل محل الملك? ولا اصبح ملك حقيقي? ولا هو كان هيتجوز الاميرة? ولا محدش لاحظ بقى ان هو ايه? الملك الحقيقي? محدش عارف ان هو بيلعب لعبة يعني. طبعا اكيد هي الاجابة الاخيرة. لماذا كان من الصعب على الناس بتوعي روتانيا ان هما يكتشفوا شخصية او هوية راسندل الحقيقية? طبعا لان هو كان مختلف عن الملك الحقيقي? ولا هو كان دايما مستخبي? ولا هو يشبه الملك الحقيقي? ولا هو كان متنكر? طبعا متنكر? لأ طبعا هيبقى لانه يشبه ايه? الملك. هاو دي درسندل برر. ازاي برر? ان هو بيرتكب اخطاء. لما مال يرتكب اخطاء يعني يعني بقالوله انت مالك انت مال ترتكب اخطاء حكايتك ايه? يا طبعا ان هو قال ان هو نسي القواعد طبعا ان هو نسي مايكل على الباب لو انتوا فاكرين. نسي القواعد ولا كان مشهور ولا هو كان فاقد الوعي? ولا لسه بدأ طبعا قال ان انا ايه? دايما بنسى القواعد بتاعت الايه البلد. ليه بقى نسي روتانيين سامحوا اه بيتغاضوا عن اخطاء الملك يعني? بسبب شجعته? ولا بسبب نقص الخبرة? ولا بسبب اه الشعبية اللي بدأت تكبر? ولا هو بدأ بقى ايه? يشبه الملك. طبعا يعني بدأت الناس تحبوا ويروح لها وينزل المنطقة الريفية ويدى البنت وردة وياخد منها وردة ويديها بنيه. يعني بدأت الشعبية تتحرك شوية. من اللي هندد? اداله جواب في ايده يعني. اه فروم انتوانيت. ولا سابت ولا مايكل ولا جوهان? طبعا سابت. وقال له خلي بالك. ممكن تكون بقى مشكلة. دي تسابت انفور ايه الاخبار المهمة. اللي سابت قالها لرأسين دي. ان هو الكنج تقتل? ولا الكنج كان في قلعة زندة? ولا الكنج كان مريض? ولا الكنج سابر روتانيا? طبعا ان الكنج في قلعة زندة. هي دي الكلام المهم. هاو دي تسابت نوزا كينج. ازاي بقى الملك عرف ان سابت فين? في الكاسل. طبعا ازاي سابت عرف ان الملك في القلعة. لما شاف تلاتة من الروتانيين كانوا دايما في القلعة? ولا الكبري كان مرفوع? ولا الاولى والتانية اللي هو احنا قريناهم دول? ولا لاولى ولا تانية? طبعا الاجابة تلاتة ان هو الاولى والتانية. لما شاف الحادسين دول اتاكد ان هو في القلعة. وضيط راسينجل كان عاوز سابت يبرر ايه بالزبط? طبعا يعني عايز قوله انت ليه مخلي ستة ماشيين ورايا? ولا اا امتى اللعبة هتخلص? ولا امتى هنرجع البلد? ولا امتى الملك هيتحرر? طبعا عاوز يبرر له. انت ليه عمل حجم خلي ستة اشخاص ماشيين ورايا? تمام? طيب. وين? هتخلص امتى اللعبة من وجهة نظر سابت? لو راسندل اختفى من المشهد المنزر يعني? ولا لو ما هيكلمات? ولا لو ان الكينج والتتوج ولا اف رابرت انتازي طبعا هيبقى لو راسندل اختفى عنشان يبقى هو كده قصده ايه? قصده على اساس مو اختفى من المقم يعني خلي الجو الماء. من اللي دعا راسندل للبيت الريفي يروح هناك تقوله حاجة. طبعا واضحا ان هي انتوانيت دي مبوع. واتود هابن اف راسندل لو رفض الطلب بتاع انتوانيت. يا ترا كان ايه اللي هيحصل لو رفضت دعوة? هي هتبقى زعلانة? ولا مايكل هيعقبها? ولا اه مش هتبعت له جوابات تاني? ولا حياته هتبقى في خطر? طبعا قلت له لو ما جيتش حياتك هتبقى في خطر. يبقى يعني هما الاتنين اه سابت وراسندل فكروا في الخطاب ده عبارة عن ايه? ان مايكل كتبه علشان يخدع راسندل يحجزه هناك يعني? ولا مايكل ما عندوش حاجة يعملها بيه? ولا كان فخ بالنسبة طبعا هو يعتبر واحد قريبة من تلاتة ايه قريبة من سي? بس هو هنا قاله ده مايكل اللي كتبه يعني هما بدأوا التلام بمايكل فعشان كده اخترنا الاجابة الاولى. وضد انتوانيت ليف مايكلز جيست هاوس. ليه بقى? ليه سابت بيته الضيافة اللي كان عمله لها لحاج مايكل? يا طرع علشان هي كانت ملت منه ولا مش قادرة تعيش هناك تطيق لعيشه هناك ولا هي بنت بيت جديد ولا عندها جدال مع مايكل طبعا كان عندها نقاش مايكل عاوز يبقى عشان يتجوز في وهي بدي عايزة مايكل فيبقى انت كده في مشاكل تماما? كانوا بيجدلوا عن ايه? عن الخدعات بتاعت انتوانيت ولا انتوانيت ديس اونستي عدم الامانة بتاعتها? ولا ان هو يروح انجلاند ولا طبعا ما كانش عايزه يروح لبيت ايه? الصيف اللي احنا قلنا عليه علشان اه ما هتحصلوش مشاكل هناك. طيب من اللي كان واقف بقى برا البيت الصيفي بيحمي راسندل سابت طبعا كان سابت الواحده لما راح شغر هو سابته سابت وقف له بعيد كمان. قالت له ايه بقى? قالت له اه حراس مايكل ولا قالت له طموحها ولا قالت له الزكريات القديمة ولا قالت له ان مايكل بيعمل خطة خبيثة عشان يتخلص منك طبعا هي الاخيرة ان هو جيت راسندل. انتوانيت ذكرت راسندل بايه? بان هو هيبقى كينجي يوما ما? ولا ان هو هيبقى محبوب من خلال رجالة مايكل? ولا عمر ما هيبقى بامان في المدينة? ولا الرحلة بتاعته في القطار? طبعا عمر ما هيبقى بامان في المدينة? ليه الحاجة دي? اخدتها العطف يعني على طبعا عشان هو كان قريبها? ولا عشان هي ما بتحبش تشوف الناس يتقتلوا? ولا عشان هي عايزة تتجوزه? ولا علشان آآ كانت من نفس البلد? طبعا هي علشان ايه ما بتحبش تشوف الناس يتقتلوا? اتوسطه ليه تفور راسندل? الوقت بقى متأخر? الحاجة راسندل ان هو يهرب من البيت الصيفي ده? ليه بقى? عشان انطقنت عطلته? ولا عشان استغرق منه الوقت طويل وهو عالي يتكلم معها? ولا ملقاش السلم? ولا رجالة مايكل التلاتة وصلوا قبل المغادرة? طبعا الاخيرة رجالة مايكل التلاتة وصلوا قبل ما ايه? ما يمشي. راسندل بقى قرر ان هو يروح زنده بنفسه. ولكن سابت قال ايه? قالت وزا جو تسجيسشن اختراح كويس? ولا اتووزها وايز سجيسشن اختراح حكيم? ولا اتووزها مات سجيسشن اختراح مدنون? ولا اتووزها طبعا اه كان اختراح مدنون. بدأ ان هو يديها ايه? رشادات عشان تكتب خطاب لرسندل. علشان يوقعه فخ يعني يعمله فخ ولا يسأل عن صحته ولا يسليه شوية في البيت الصيفي ولا يقول له اخبار حلوة طبعا اعمله فخ يعني. العرض الكريم بقى اللي عملوا الرسندل اللي هو اقامة دائمة ولا مرتب حلو ولا رحلة امنة ولا رحلة امنة للحدود ومعها خمسين الف جنيه انجليزي طبعا الاخيرة الرحلة والايه? يعني انت هتروح بتروح خمسين اللي زيبنا في حنة احنا ناكل بعضة هنا في الورو تانية. اللي ساعد ويهرب من السامرهاوس طبعا الايرون تابل التربيزة الحديدية اللي خدها وايه وحطها في وشه وجارة بيها طبعا. رئيس البوليس بقى اخبار الناس العاصمة ولا 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 طبعا الراجل كانت اعلانة على ان هو ما اعلنش ما اعلنش لايه? ما اعلنش الموعد الزفاف بتاعه تمام? اللي جابة سينة. ايه اللي مش عادلة من وجهة نظر ان هو يقول للا اميرة تتجوزوا ولا ان هو يطلقها ولا ان هو يرقص معها ولا ان هو يوعد جنبيها طبعا يقول لها تباوزوا ازاي طيب ومش هو المقصود. هو من اللي رتب حفلة لكل من راسندل والاميرة. طبعا فريتز. اللي ما خطرش على باله في يوم الايام وهو صغير. ان هو هيبقى سفير يوما ما? ولا هيبقى كينج يوما ما? ولا ان هو هيسافره تانية ولا هيتجوز فلا في ان هو هيبقى كينج. حد مش معقولة ما يجيش يجي على بالك ان انت تبقى رئيس الجمهورة ايه ما فيش حد بيحلم بكده. لما راسندل قال ان هو ما بيفكرش ان هو يبقى كينج يوما. البرينسس عملت ايه? كانت سعيدة? ولا بصت ببرود يعني كده وفرحة? ولا كانت مندهشة? ولا تجاهلته? طبعا اجابة بيه كانت مندهشة. كان خلاص هيقولها الحقيقة. ولكن كان فجأة سبت دخل قطع الكلام ولا فجأة ظهر الفرينش ويندو ولا اه شي ليفت هم سبته على الفور ولا مايكل خبط على البيب طبعا سبت اللي دخل وقطع الايه? الكلام. بترحيب يعني بالناس اللي جاي الحفلة دي. راسندل بقى ادرك ايه بقى? خطة افشلة دي بتاعت سبت. ولا اللعبة هتخلص? ولا اللعبة يعني مش هنا فطويل مش هنا فطريق مش هيخلص. اه السر الرابع معرفش ما هتفيني وبقى هي الاجابة نمبر سي. ايه الافكار بقى اللي جات له العقل راسندل? ان هو هيتجاوز الاميرة? ولا هيقتل الملك الحقيقي? ولا هيقتل الدوك? ولا بي وي سي. بي وي سي له هي ايه? ان هو يقتل الدوك? ويقتل الملك الحقيقي. دي الافكار الوحشة اللي ايه? اللي جات في دماغه يعني على اساس ايه نفس بتاعت الانسان دايما بتقمره بحاجات وحشة يعني دايما نفس بتاعتنا بتقمره بحاجات وحشة تمام? فانت بقى ايه المفروض تكون عاقل وترد الحاجات الوحشة دي. فده الافكار ايه الوحشة اللي جات له? راسندل انسيستت ان اصر على جوينج تو زينده تو ان هو يروح زينده لكي? يقتل الكنك? ينقذ الكنك? يخطف الكنك? يبحث عن الكنك? طبعا الرجل هينقذه. راسندل حذر فلافيا ان الموقف في الروتانيا كان كويس زي ما توقع? ولا كان اه ولا كان كله ولا ووز كويس جدء لحد ما كويس? والله طبعا هو ايه? يعني لما كانش كويس زي ما هو كمتواقع. يبقى هو كمتواقع ان هو يبقى كويس. تمام? بس اللي حصل العكس ان الموقف هيبقاش كويس. طبعا مش هو ووز. تمام? طيب. فروب من مين استلمت الخطابين من الحاجة? مايكل قول لانتوانيت ولا الاتنين ولا لا دا ولا دا? طبعا الاتنين. استلمت من مايكل واستلمت من انتوانيت. هاو دا راسندل نوزة سندر. ازاي راسندل عرف اللي اللي بعت الخطاب التاني. من الاسم بتاعه? ولا من اللغة? ولا من العنوان? ولا من الخط? طبعا من الخط وطريقة الكتابة. مايكل زي سنت فلافيا? مايكل بعت لجوابها لفلافيا جواب عشان يدعيها على ايه? يتجوزها? ولا انت قريبة منه? ولا تزور زندة? ولا تزور العاصمة? طبعا تزور زندة. واضط انتوانيت وورن فلافيا. انتوانيت بقى حذرت فلافيا من ايه بقى من الخطاب ده? تقبل دعوة ميكل? ولا تقع في حب مع ميكل? ولا ترفض دعوة ميكل? ولا تقبل العرض بتاع الزواج? طبعا ان هي حذرتها ان هي تقبل الدعوة. ايه تقبل الدعوة? انتوانيت اسكت فلافيا ان هي توريها خطابها. طبعا. طبعا. انتوانيت اسكت طلبة الفلافيا ان هي توري الخطاب ليه اللي هو ما هي عارفة ان الكنج هناك فمش هي. هتشوفه فين فلافيا اصلا. انما انتوانيت معاها الحكاية وفهمة. يبقى هنا اللي هو القائد الحالي. طلب من فلافيا ان هي تعتذر عن دعوة مايكل وتقول ان هي مشغولة ولا عندها معاد ولا مريضة ولا بعيدة عنه طبعا ان هي ايه مريضة. من افضل حارس لفلافيا اثناء غياب الملك الحقيقي ولا الملك المدعي ولا المرشال. طبعا المرشال الراجل قائد الجيش. راسندل طلد زى مرشال راسندل قال للمرشال بقى ان هو كان قلقان على ايه? على موضع الدوك ولا اه العمومية بتاعت الدوك يعني لطريقة سياسته وحاجاته. ولا الطموح بتاعه ولا طبعا الراجل مفهومه وعايز ايه فعشان كده لايه الدوكس امبشن. ما الموعد النهائي اللي راسندل يعني قال له لو انا ايه? لو انا ما جتلكش او ما بعتلكش اخطاب هتجيش وتعالى هجي معنى زندل. ولا تلات ايام ولا تلات اسابيع ولا معنص طبعا ثلات ايام. في حالة لو ما جاتش رسالة من راسندل للتلات ايام. المرشال هيعمل ايه? هيبقى كينج اوفستيرلسو? ولا هيبقى دوكوفستيرلسو? ولا هيبقى البرينسس اوف زندة? ولا هيبقى الهيدوفستيرلسو? هيبقى هو اللي يا رأس الموضوع. هو بي اكسبيكتد رولر اوف روتانيا افزا كينج جديد من المتوقع هيبقى ملك روتانيا لو الكنج ماد. طبعا هيبقى انتوانيت ولا اميرة ولا المرشال ولا تدوب طبعا هيبقى ايه فلافيا. راسندلس شوت اتزا سامر هاوس. هات مارك اون. يعني اللي تضرب عليه يعني ساب له علامة على ايه? يعني ساب علامة على ايه? ولا ولا طبعا ولا كل اللي نذكر هنا. طبعا ديتشار ده هو اللي ايه? تلعبع. اه اه كنس رينج مايكلز امفتيشن? الا اتناء بدعوة مايكل توفيزة زندة? راسندل بيكد توسل للاميرة ان هي تقبل ولا ترحب ولا تأجل ولا تعترض وترفض? طبعا تعترض وترفض. دي كانت كل اسئلة الاختياري من الفصل الخامس انتظروا الفصل السادس قريبا. شكرا اسلام عليكم اهلا.